كده أحكي لنا أنواع المجابة ده يعني خلينا عيش معاك هالمعاناة بواجهها الآن وانت مؤلف وانت بتنتج تأخذ جزء في التمثيل كممثل ولا انت عندك مسلسل والله يا سيدة الطاهر احنا معاناتنا دي اي ممثل او مخرج او كاتب الصديف وقعد يقولوها يعني وحتى الجمهور ذات بقيم الله حيقول لك أسا حيقول لك ما عندنا امكانيات بس يعني معنا داراجية يعني هو الناس معنا منتظر ذا سأقول لك الإجابة على البعدة اذا هي قصتي بس امكانيات بس يعني هيدا الاشكال هل ولبن نوع من الهروب لا الاحتراف من الدولة ذاته بالفندة احترفوا به خصصوا لهم ميزانيات كده هذا في الدنيا كلها كده لا 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 منتظر الدولة أبدا في الدنيا لا في العالم برا الدراما والفنون والمسرح دي واحدة من أساسيات الحياة يعني في اهتمام رسمي كبير شديد تخصص لها الميزانيات الضخمة وكل السبل تتوفر لها المعينات كده كهني أنا بذكر انه ده نشاط مجتمع يعني ما بتاع حكومة لا 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 أبدا أول ما ينشع الحكومة يقولك خلاص بري وظيفوهم ويدخلوهم في الحاجة ويشغلوهم هل تعلم انه ميزانة الدراما مثلا في التلفزيون القومي صفر مافي ما عنده